موسيقى عدت 48 ساعة على مرات السوبر ومازالت تباعات المباراة من أحداث وأخبار حديث الساعة شكبالة مهدد بالإقاف من 4 إلى 8 مطشات بسبب الأحداث التي أثارها في المطش الأخير والموضوع يتوقف على تقرير حكم المباراة والمرائب من الممكن جداً يتعرض حسين الشاحات أيضاً لعقوبة ولكن ستكون أقل من عقوبة شكبالة والأمر في إيد لجنة الانضباط مشادة باللعب الزمالك يوسف أوباما والصحف شدي عيسى في الطيارة القادمة من الإمارات لمصر ونبقى عن توقيع عقوبة على اللاعب غياب محمد عبد المنعم عن مطش الداخلية لكي يجري جراحة في الأنف غياب فتوح لعب الزمالك عن مباراة أمبي للإصابة في كسر واجه القدم اقتراب حل لمشكلة كهربا وعدوته لقامة المباراة قريباً بعد انفراجها في خزينة النادي والأخبار بتشير أن كهربا سيتجه مرة أخرى لمحاكم للطعن بالتزوير في الأوراق المقدمة من اتحاد الكورة أو في العقد المقدم من نداد الزمالك والتحاد الكورة عدم قبول الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الحكم المقدم من ممدوح عباز بالحجز على عرصة النادي في البنك ومرتضى منصور يلجأ لوزير الرياضة كابتن ربيع السينو هيسم عرابي بيرحلوا عن أسوان واقتراب اسم هيسم عرابي من الأهل مرة أخرى فوز منتخب الأولمبي على منتخب الاستواني 1-0 في تصفيات قوم أفريقيا تحت 23 سنة أزمة المستحقات تضرب نادي الإسماعيلية وبتهدد بقاء اللاعبين والمدير الفني لو عجبتكم الفقرة لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلوكم كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته